إذن البداية بدور أبطال إفريقيا الجولة الرابعة دور المجموعات بحثا عن تدوين اسمه مبكرا في دور الربع للمرة السادسة تواليا الوداد البيضاوي في مهمة قرية جديدة لاقتناص النقاط الثلاث من أرض حرية كونكر الغني لحساب رابع جولات دور أبطال إفريقيا الفريق الأحمر متصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة بفضل ثلاثة انتصارات متولية يعول على قوة وتوهج خطه الهجومي بقيادة المتألقين يوب الكعبي والليبي مؤيد اللافي والمراد البصم على الفوز الثاني تواليا أمام الخصم الغينية الذي سقط في آخر جولة بالدار البيضاء بهدفين دون رد مهمة ممثل كرة القدم المغربي الوحيد في هذه المنافسة لن تكون سهلة أمام خصم غيني هو المطارد المباشر للودادة هذه المباراة المرتقبة تعتصافرة انطلاقها في تمام الساعة الخامسة مساء عن هذه المباراة نستمع لمحمد بن شريفة مساعد مدرب الوداد ودائما مع مشاركة الاندية المغربية في عصبة الأبطال تشتد الانظار صوب قمة المجموعة الرابعة بين المتصدر ترجي تونسي ومضيفه الزمالك المصرية وعين الأخير على الثار لخسارة الذهب وفي المجموعة عينها ثاني تارتي مولودية الجزائر يستقبل تونغيتا السنغالية ما شباب الوزداد الجزائري في المجموعة الثانية فيرحل لملاقاته الهلال السودانية في المغرب وجديد المنتخب المغربي لكرة القدم من المرتقب يكشف الناخب الوطني فييدا للوزيتش يوم الخميس المقبل عن لاحة نهاية للعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في المبارتين التي سيخوضهم المنتخب المغربي أمام كل من منتخباي موريطانيا في 23 مارس الجاري بن وقشط وبورندي في 30 مارس بمدينة الرباط وذلك لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من منافسات المجموعة الخامسة دمن تصفية المواهلة لنهائية كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 وللإشارة فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر الحفاظ على برمجة الجولتين الخامسة والسادسة وللإشارة يتصدى رفاق حكيم زياش المجموعة الخامسة لرصيد عشر نقاط مبتعدين على المنتخب الموريطاني صاحب الصف الثاني بخمس نقاط نسيل رحلتنا مستمعين الأوفياء في عالم كرة القدم الأوروبية من أغلى المسابقات دور أبطال أوروبا لحسابه بثمن النهاي حاملوا لقب 13 مرة ريال مدريد الإسباني يستقبل مساء اليوم أطالنط الإيطالي وهو يملك أفضلية الفوز ذهابا بهدف نظيف ما يقرب الميرينج من دور الربع علما أن الريال سيستعد خدمات مهاجمه كريم بن زيمة الذي غاب عن مباراة الذهاب بسبب الإصابة في حين سيغيب مجددا إدن أزار الذي تعرض لإصابة جديدة وهي بالمناسبة الحادي عشر منذ وصله إلى مدريد فيما تبدو مهمة مونشستر سيتي الإنجليزي في المباراة الثانية أكثر سهولة بعد تفوقه على بوروسيا مونشنغلات بخل المانية بثنائية ذهابا هذه المباريات تنطلق في تمام الساعة التاسع مساء بتوقيت المغربي ونذكر بأنه إلى حدود الساعة تأهلت أربعة أندياويت على القلمر بباغيسانجامال فرنسي ليفربول الإنجليزي بورتول بورتغالي وبوروسيا دورتموند الألمانية في دور الإسباني وصل أمس برشلونة سلسلة انتصاراته بالفوز بنتيجة أربعة هداف لهدف واحد على ويسكا في إطار منافسات الجولة السابعة العشرين وسجل لندي الكاتالونيليون الميسي هدفين في الدقيقتين الثالثة عشر وتسعين وعنطون جريزمان في الدقيقة الخامسة والثلاثين ومن جويزا في الدقيقة الثالثة والخمسين بينما سجل رفامير هدف ويسكا الواحد من ركلة جزاء وبهذا الانتصار رفع برشلونة رسيدة إلى تسعين وخمسين نقطة في وصافة ترتيب الليغة بفارق أربع نقاط عن المتصدر أتليتيكو مادريد وشهدت المباراة للإشارة معادلة ليونيل ميسي لرقم تشافي هرنانديس من حيث عدد المباريات برسيدة سبعمائة سبعين وستين مباراة نختم جولتنا الرياضية من الدور الإنجليزية الممتاز لحساب الجولة الثامن والعشرين ليفر بول حقق أمس فوزا صعبا وشقا على مضيف وولفر هامتن بهدف دون رد سجل هدف ليفر بول واللقاء الوحيد لعب وديو جو جوتا في دقيقة ثانية من الوقت المحتسب بدل الضيع للشوط الأول وبهذا الفوز رفع الريدز رسيدة وملاستين وارمعين نقطة يتقدم إلى الصف السادس فيما تجمد رسيد وولفر هامتن عند 35 نقطة في الصف الثاني